أنه بموش بمرسوم صادر اليوم تم تعين سيد الدول الشيخ عضوا في مجلس جائزة الشنقيط اجتمع مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني قد درس المجلس وصادقها على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية التي طابع صناعي وتجارية تدعى المكتب الوطني لموانئ الصيدة تابعوا فيما يليه البيانة الصادرة في أعقاب مجلس الوزراء درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى المكتب الوطني لموانئ الصيد ويحدد طرق سيره يأتي مشروع المرسوم الحالي بعدد من المزايا من حيث توحيد الوسائل الفنية والمالية والبشرية والتنموية وعصرات البنى الأساسية المينائية للصيد ولتفريق منتجات الصيد والإشراف على المخطط الرئيسي للبنى الأساسية الموانئ وتحسين عرض الموانئ بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية وأولويات السياسة القطاعية من منطلق الفاعلية والنجاعة والالتزام بالتعهدات الدولية وقدم هوزر العدل بيانا حول المنتديات العامة حول العدالة تفكير تشاركي حول أي عدالة نريد يقترح هذا البيان تنظيم منتديات عامة حول العدالة تهدف للخروج بنتائج تقلع بالقطاع يسائر التحولات الكبيرة التي تشهدها بلا دون اليوم تشتيدا للرؤية الواردة في بيان السياسة العامة للحكومة الهدف لتنفيذ برنامج فحامة رئيس الجمهورية تعهداتي وقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون والمريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع دولي وقدمه وزير الداخلية واللا مركزية بيانا عن الحالة في الداخل وقدمه وزيراء المالية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا مشتركا يتعلق بمعالجة إشكالية الملكية العقارية في الواكشور يهدف هذا البيان إلى تشخيص واقع تأسير الملكية العقارية في بلادنا وسبل الكفيلة لتغيير الاختلالات الموجودة بفعل تراكمات التسير المختل مع وجود إرادة جادة لتغيير هذا الوضع وفق خطة مشتركة تتطلب كثيرا من الحزم والصرامة وقدمه وزير التهذيب الوطني وإصلاح نظام التعليمي عرضا حول ظروف افتتاح العام الدراسي 2022-2023 على عموم التراب الوطني يؤكد هذا العرض الأهمية التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية لتجشين المدرسة الجمهورية التي هدفها الأساس ترصيخ الوحدة الوطنية وإزالة للفوارق وقدمه وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة بيانا يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يهدف هذا البيان إلى تقديم الإطار القانوني لإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري وصناعي تدعى الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إن الهدف الأساسي من إنشاء الوكالة هو ضمان السلامة الصحية للمواد القذائية وأغذية الحيوانات والتمكن من تداول السلع المستوردة والمنتجة محليا وفقا للمعايير المعمول بها بما يضمن توفير أغذية آمنة صحيا وذات جودة عالية حيث تسهر الوكالة على تعزيز عمليات مراقبة جميع المواد القذائية سواء عند استرادها أو في السوق الداخلي أو عند تصديرها وقدم كل من وزراء الصيد والاقتصاد البحري والتنمية الحيوانية والبيئة والتنمية المستديمة عرضا مفصلا عن حالة تقدم مشاريع التنمية التابعة لقطاعاتهم وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية المؤسسات العمومية وكالة تسير قصور المؤتمرات في موريتانيا المديرة العامة المساعدة مريم أحمد محمد حاصل على مستذنين في عمولات المصرفية والتمويل ملحقة برئاسة الجمهورية سابقة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانين في الخارج ديوان وزير مكلف بمهمة بسم الله عليه أحمد صالح ديبلوماسي حاصل على ديبلوم عالي في العلاقات الدولية وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان المؤسسات العمومية سلطة تنظيم الإشهار الرئيس محمد عبدالله والحبيب ترجمة نانسي قنقر